بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا الله ما اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا ويسعدنا أحبتي أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الرحمة والتي تظهر ارتباعا على الشاشة ومما ورد أحبتي من الأسئلة سائل يسأل ويقول قرأت حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم كان له كأجر حاج فهل يجوز في يوم الجمعة أن أضيف عليه نية الذهاب لقضاء فريضة على نية الذهاب يقول هل يجوز في يوم الجمعة وأن يذهب لخطبة الجمعة يعني أن أضيف على نية الذهاب لقضاء فريضة الجمعة نية تعلم الخير لعملا بهذا الحديث أقول بالله التوفيق نعم هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم من الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى ويجوز لك أن تضيف هذه النية بفضل الله عند أي مجلس علم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى وكذلك يصح عند خطبة الجمعة أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال أخي تعذر في أمر وكانت زوجته ستحبس خلعت خاتمي من وراء زوجي ودون علمه وأعطيته له على أن يفك كربة ثم يرد لي الخاتم يعني أعطته الخاتم الذهاب على سبيل السلفة وبعدها زاد الزهب فقلت له أعطني المبلغ الذي بعت به الخاتم وأنا سأكمل عن طيب خاطر لكي أعطي بالخاتم مرة أخرى كي لا تحدث مشكلة بيني وبين زوجي ولكنه لم يرد المال مطلقا وأنا لا أستطيع أن أسامحه لأنه يتسبب لي في إشكالية فهل يعد هذا من قطيعة الرحيم؟ أقول بلا توفيق أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إطلافها أطلفه الله معنى الحديث الذي استلف مبلغا وهو يضع خطة للسداد وحريص على السداد وتصورا يضع تصورا للسداد ويحرص على ذلك هذا يعان من الله سبحانه وتعالى لكن صاحب النية السوء أنه لا يرد فهذا لا يعان والعياذ بالله شيء الثاني إن مسألة من استلف خاتم ذهب فعليه أن يرده خاتم ذهب لأنه واستلف ذهب يرده ذهب فالأصنو يرده بنفس ما أخذ يرد بنفس ما أخذ استلف فلوس يرد فلوس استلف خاتم ذهب يرد خاتم ذهب هذا الذي عليه كنها تنازلت وقالي تأخذ مبلغ أقل وأكمل فمأجورة لهذا التنازل فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويعلم أن مظالم العباد يجب على الإنسان أن يتحلل منها في الدنيا قبل الآخرة قبل الآخرة فإن الناس يتقصون المظالم بينهم في الآخرة ومنها إذا لم تكفي المظالم في سداد ما على الإنسان يأخذ من سيئاته الناس وتوضع عليه ويطرح في النار كما في حديثي أتدرون من المفلس هذا أمر خطر على الإنسان فالشاهد على الإنسان أن يتحلل من ذلك قبل لقاء الله سبحانه وتعالى حقوق العباد التوبة منها بأن الإنسان لا يعود إلى أخذ حقوق العباد ويؤذي المظالمة ويؤذي الحقوق إلى أصعبها يجب فعل ذلك فعليه أن يتذكر ذلك ويتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى كذلك هل جزاء الإحسان إلى الإحسان فمن وقف معك في ضيقة عليك أن تردل عليه ذلك بالنسبة لها عليها أن تسلك السبل لمحاولة أخذ مالا طالما أن نفسها لم تطب عندها إشكالية تحاول جاهدة أن تطالب أو تدخل بعض أقاربها أو بعض إخوتها أو الأهل أهلها ليأتوا لها بمشل ذلك كي لا تستمر فترة القطيعة فنطالب بحقنا ونجعل الصلة موجودة أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى هذا هو المطلوب شرعا والله تعالى أمنه أحد المصلين حضر مع الإمام في أول صلاة العصر وتأخر في قراءة الفاتحة ولم يركع مع الإمام وقال الإمام سمع الله لمن حمد فماذا يفعل يصلي رقع بعد التسليم أم قراءة الإمام تكفية قول بلا توفيق الإشكالية نفات ركن هنا الإشكالية أن الإنسان حين يقرأ يصلي خلف الإمام ويقرأ خلف الإمام يقرأ بطريقة تناسب مع طول الإمام لأن الإمام يقرأ في السرية مثلا نصلاة العصر السرية لا يطيل فهو يقرأ الفاتحة بطريقة حذر بحيث أنه يدرك يدرك الاتلاوة لو ركع الإمام هو لم يدرك لم يكمل القراءة فيكمل الفاتحة حذرا ويركع معه سريعا يركع معه سريعا لكن لا يظل يقرأ ويجل إلى أن يفوته الركن إلى أن يفوته الركن هذا لا يجوز له أن يفعله الورد هنا أن الركن فاته والشيء الثاني أنه ما جابوش الإمام قال سمع الله لمن حمده وهو سجد مع الإمام فترك ركنا فالركعة هذه فسدت فعليه أن يأتي بركعة أخرى ولا يعود إلى مثل هذا مرة أخرى كان عليه أن يأتي بركعة أخرى وقتها أما بعد فوات المحل عليه أن يعيد الصلاة هذا خلاصة ما يتعلق بأذى الأمر لأن طبعا واضح أن ده فات عليه فترة وبيسأل بعدها فيعيد الصلاة في مثل هذه الحال لكن لو حدث له ذلك يفعل ما تقدم بيان هل هناك فرق بين الفجر والصبح لا صلاة الصبح هي صلاة الفجر بعض الناس بيتوهم أن هذه غير تلكية صلاة الصبح هي صلاة الفجر هذا يصليه الإنسان في وقت في وقت الفجر أبي توفي ولم يكن يصلي ويصوم أحمد أخواته الله بالله لم يكن يصلي ولا يصوم ولا يسمع قرآن هل يعتبر كافر سألت أمي هل أبي كان يصلي قالت مرة واحدة وتركها بالنسبة للحكم في هذه المسألة العلماء مختلفون في شأن تارك الصلاة والأمر أشد من هذا بكثير يعني المسألة مش مجرد الخلاف فقط إنما مسألة كون الإنسان على خطر في علاقته بربه سبحانه وتعالى وإنه هو ممكن ينسلخ من الدين بسبب بعده على الصلاة لكن عموما من النحية الفقهية العلماء لهم قولان معتبران في هذا الباب منهم من رأى كفر تارك الصلاة مطلقا واستدلوا على ذلك بنصوص ظهرها ذلك منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم أي المشركين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة مطلقا فقد كفر وفي نصوص أخرى وذهب غيرهم أو جمهور العلماء إلى التفرق بين الإنسان المنكر والإنسان المتكاسل لتضييق الخلاف هم اتفقوا على أن على أن تارك الصلاة في أقل أحوال لحال التكاسل على أكبر كبير من كبائر الإسلام أشد من الزنة وأشد من الصرقة حسبنا أن العلماء اختلفوا هل مزال في حظرة الإسلام أم خرج منها فحظ الإنسان من الإسلام على قدر حظه من الصلاة فلذلك قالوا إذا كان يصلي أحيانا ويتكاسل أحيانا فهذا مرتكب لكبير من أكبر الكبائر وأمره إلى الله سبحانه وتعالى وعلى أهله أن يكسروا من فعل الأعمال الصالحة بالنسبة له طالما أنه توفي سواء كان صلاة دعاء معذرة سواء كان حج أو عمر أو دعاء أو صدق إلى غير ذلك فهو يحتاج كثيرا إلى مثل ذلك أما إذا كان تركها جحودا أو بجحود بعضها فهذا كفر كفر بواح والعياذ بالله فواضح أنه كن صلى أحيانا فيعرف أنه كان على خطر عظيم ومسألة ليست أمرا هينا بل والخلاف فيه معتبر خلاف قوي جدا ليس هذا مقام بيانه الخلاف فيه معتبر فمسألة ليست أمرا هينا ترك الصلاة ليس أمرا هينا في دين الله سبحانه مما يجعلنا نعرف خطورة الأمر أن الله قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هؤلاء لم يتركوها بالكلية الذين توعدوا بالويل بالويل لم يتركوها بالكلية وإنما كان يتركها بدون عذر إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى ليؤخرها عن وقتها إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا يخرجها عن وقتها دون عذر هذا له هذا الوعيد فمباننا بمن تركها بالكلية فخابا وخسر من لم يرفع بها رأسا خابا وخسر من لم يرفع بها رأسا ويناجي بها ربه سبحانه وتعالى فمسألة ليست أمرا هينا لكن خلاصة المقام الراجح معنا أن من تركها تكاسلا فهو على أكبر كبير عليه أن يتوب إلى الله ويعود إلى الله ويكسر بأعمال الصالحة ويكسر من السنن ويكسر من النواف في قدر استطاعته وعلى قدر الندم وحسن التوبة يتوب الله على من تاب ومن مات فيفعل له الكثير من الأعمال الصالحة أما من تركها جهودا فهذا بالاتفاق خرج من الملة والعياذ بالله فيه سؤال تعبت في رمضان السابق وقال لي الدكتور عليك الفطر فأفطرت ثلاثة عشر يوما ثم لم أستطع ماذا أفعل لو مر بي لو استمرت بي عدم الاستطاعة أقوله إلى أن يأتي رمضان الذي سيأتي بإذن الله عزيزي لو فرضنا أن الاستطاعة هذه عدم الاستطاعة ظلت موجودة أقوله بلا توفيق بفضل الله ما زال الأمر الآن لسه إن شاء الله في متسع والمرض طالما يرجى برؤه فالإنسان ينتظر إلى أن يشفيه الله عزيزيز ويسارع إلى قضاء ما عليه لكن لو فرض واستمر المرض وظن أنه لن يشفى قبل أن يأتي رمضان الذي يليه فعلى ذلك في هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينة والله تعالى أعلم إذا كان المرض سيستمر به ولا يرجى البرأة أو لا يرجى الشفاء فيطعم عن كل يوم مسكينة والله تعالى أعلم يبقى خلاصة المسألة السابقة ينظر يرجى شفاءه أو لا يرجى إذا كان يرجى شفاءه ينتظر إلى أن يشفى ويقدم عليه لا يرجى شفاءه يطعم عن كل يوم مسكين السؤال الذي يلي هذا أعمل في التجارة وجميع أموالي في السوق عند العملاء ديون وأقصات وهي تبلغ النصاب ولكن لا أملكها في يدي وحان موعد الزكاة ماذا أفعل أقول بالله التوفيق أموال الإنسان الموجودة عند الناس ليه الديون التي له عند الناس لا تخلوا من حالين الحال الأول ديون مرجوة السداد وأصحابها منتظمين في السداد والحال الثاني ديون غير مرجوة السداد يعني أصحابها مماطلين أو متعثرين أو غير منتظمين في السداد ولا أعرف متى أتحصل على المال بتدخل في ديون في العرف التجارة القسم الثاني ده تدخل في ديون معدومة أو شبه معدومة لما فيش انتظام في السداد أو تعثر ومش عارف هيدفع إمتى بقية المال الذي عليه يدفع على فضلات متبعدة أو ما بيدفعش طيب خلينا في القسم الأول مرجو السداد وأصاحبه منتظم في السداد يبقى هنا كأنه مالي كأنه موجود عندي بالزبط فبحسبه وبخرج عليه لإنه هو مالي والناس اللي هي معها المال بتدفع اللي عليها الديون بتدفع منتظمة في أوقات الدفع فهين كأننا مخزن هذا المال فيجب أن أخرج عليه الذكاء القسم الثاني اللي هو في تعصر أو غير مرجو السداد إلى آخره ففي هذه الحالة ينتظر أقرب الأقوال في هذه المسألة أنه ينتظر إلى أن يقبيضه ويخرج لعام واحد بعد القبض ينتظر إلى أن يقبيضه ويخرج لعام واحد بعد القبض والله تعالى ما الحكمة من كثرة الأديان والله عز وجل قادر أن يجعله دين وحدة من قال أنها كذا قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام فالأنبياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة لعلات إخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى فالعقائد أصلها واحدة عقائد الأنبياء أصلها واحدة والأنبياء جاءتوا ودعوا قومهم إلى أن يسلموا لله سبحانه وتعالى وأن يسلموا لرب العالمين فعقائد الأنبياء من ناحية العقائد العقيدة واحدة لكن اللي بتختلف الشرائع الأحكام الفقهية والتعام وأحكام المعاملات والحلال والحرام هذه اللي بتختلف لماذا؟ اختبار من الله لعباده سبحانه وتعالى لأن الإنسان في هذه الدنيا ممتحن مختبر ففي هذه الحالة يختبره الله سبحانه وتعالى بامتسال أوامره حين جاء نسخ من الله لشريعة على لسان نبي جاء نبي بشرعة العقائد كلها واحدة الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام خلاص كل واحد لكن الشرائع بقى مختلفة اللي هي بتتعبد بها لله سبحانه وتعالى فيأتي وينسخ شيء ويأتي بشيء آخر بوحي من الله سبحانه وتعالى العبد يجب أن يمتثل أمر الله لأنه عبد لله فلتتحقق العبودية عليه أن يسير وفق أمر الله سبحانه وتعالى وليس وفقها وعبادة الله أحبتي ليست للهوى ليست لهوى الإنسان ولذلك يختبر الله عز وجل عباده بمثل هذه الأمور وبالأحكام التعبدية لأجل أن يظهر لاستسلام المحب لله سبحانه وتعالى فإذا أظهر العبد الاستسلام الله حرم كذا نسخ كذا نسخ شرعة ثم ختم ذلك بشرعة خاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل ناسخ لما قبلها من الشرائع لكن الدين كله كله واحد هكذا الدين كله كله واحد فبذلك المعنى اللي ورد عند السائل فيه يعني أنه ظن أنه هي أشياء مختفى لا هي دين واحد ورسالة واحدة من الله سبحانه وتعالى لكن اللي بتختلف الشرائع اختبارا من الله لعباده سبحانه وتعالى بل في الشرعة الواحدة ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يعطي أحكام تعبدية محضة أحكام فيها حكام تظهر الحكام منها أحكام تعبدية عشان يظهر العبد افتقاره إلى الله استسلامه لله سبحانه وتعالى فمعنى أن العبد أسلم لله أن يستسلم وانقاد إلى الله سبحانه وتعالى بل إن علماء السلوك ذهبوا الأكثر من ذلك في أبواب الفقه مثلا حين يتحدث علماء الفقه على مكروهات الصلاة أوقات الكراهة معدرة الأوقات التي يكره فيها أن يصلي الإنسان في أوقات يكره الإنسان أنه يصلي فيها نفل مطلق مثل فيما بين الفجر إلى بعض الشروق بربع ساعة قبيل الظهر بربع ساعة كذلك من العصر إلى المغرب هذه أوقات الكراهة علماء ذكروا فيها حكم تربوية أيضا غيرنا أحكام الفقهية المعروفة ذكروا فيها حكما تربوية قالوا منها أن يعلم العبد أنه متعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأوقات يعني نفسه صلى دلوقتي بس لا الله قره الوقت هذا في هذا الوقت فأنت ممتسل لأمر الله فهذا هو المعنى لإظهار التعبد فخلاصة إجابة السؤال إظهار التعبد لله سبحانه وتعالى والاستسلام سبحانك اللهم بحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك شكرا للمشاهدة